في ظل الدور الخجول الذي تقدبه الحكومة المحلية في نينوى بالاهتمام بشريحة الفقراء وذوي الدخل المحدود اخذ حزب التصدي المنظوي في تحالف عزم على عاتقه هذه المهمة وباشر بتوزيع سلات رمضانية على العوائل المحتاجة يعني اليوم هناك مبادرة قدمت من الاخر الدكتور خالد العبيدي وقسم من الخيرين الاخرين هذه المبادرة لشهر رمضان المبارك لا تحسب مثل هكذا مبادرات كدعايات انتخابية او ترويج لاشخاص معينين حزب التصدي اكد ان هذه المبادرة اقل ما يمكن تقديمه لاهالي نينوى التي تضرر مواطنها كثيرا بعد احداث عام 2014 في وقت شدد فيه على استمرار المبادرات الخيرية على جميع المستويات وبعيدا عن الدعايات الانتخابية هناك طلب من اهالي نينوى وعتب من اهالي نينوى على كثير من السياسين ومن ضمنهم الاخ خالد العبيدي وقد يكون انا شخصيا وقسم من اخوانا الاخرين انه لم نستطع ان نقدم شيء لهذه المحافظة وهذه المحافظة تستحق بصراحة الكثير منها لكن ما نستطيع ان نقدمه قد يكون هذا جزء بسيط من العتب ومن استحقاق هذه المحافظة مبادرات انسانية غايتها التخفيف عن كاهل الفقراء وشريحتين الارامل والايتامي بعد ان عجزت الجهات المعنية عن توفيرها للمواطنين المحتاجين لها على امل ان يتبدل الحال وتعود الحكومة المحلية للقيام بدورها